وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه التحية للمرأة المصرية خلال الخطاب الذي ألقاه في احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة أكدت مايا مرسي أن دعم الرئيس وإشادته الدائمة بالمرأة المصرية وحرصه على إظهار هذا الدعم والتقدير خلال جميع خطاباته محليا ودوليا هو وسام وشهادة عظيمة من زعيم وقائد عظيم في حق المرأة المصرية القوية الصبورة الشجاعة التي تعشق تراب الوطن آربت أيضا عن سعادتها بانطلاق هذه المبادرة الرئاسية العظيمة التي سوف تسهم في تطوير الريفة المصرية والنهوض بأوضاعها ما سوف ينعكس إيجابا على وضع المرأة المصرية بهذه المناطق شكرا